فرحتي مش عارف اقول ايه ولا ايه لان الانجاز اللي حصل ده والله العظيم ثلاثة نعادت بقيت هتنطط زي الاطفال الصغيرين ونحضن في بعض انا ما شفتش الجول انا بقول له يا الله علي بقى اعمل اوفر بقى كويس الماتش ده لقيت الكرة ترفعت لقيت ناس بتحضرني فيه يا لك الكرة جول ما شفتهاش غير في الاعادة فبقول لكم ما حسناش الفرحة كانت يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمنا كرم ما بعده كرم عشان الناس اللي نيتها من هنا نظيفة والناس اللي قلبها سليم الحاجة التانية حسام غالي رئيس البعثة ومجلس الادارة كله طلع وعلى حسابه الشخصي انا بقول على حسابه الشخصي وكان الكابتر الخطيب سافر معاهم مؤذرة عاوزي يقاسر لما فوزنا بالكاس كل مجلس الادارة حتى اللاعبين عاوزين يجيبوا الكابتر الخطيب عشان هو اللي يستلم قال لهم استحالة حسام غالي رئيس البعثة هو اللي يستلم واختفى من على المنظر مرضاش ينزل الملعب ده بقى ده العطاء رغم من الخطيب وانا بقول لكم بصراحة ربنا يجعب الناس بقى لاتقول لك يستبع الصف عبدو عشان الخطيب ما ليه جعب الكلام ده انا بقول لنا شايفه واللي ربنا هيحاسبنا عليه الخطيب طلع برا الاستاذ خالص نزل قط ورفة الملابس وخلى حسام غالي هو اللي احتفل مع اللاعبين وسلم الكاس للشناوي وما شفناهوش في الصورة اذن النادي الاهلي ده مؤسسة عارفين يعني ايه مؤسسة النادي الاهلي ده عظيم النادي الاهلي لما قلوكم نادي القرن هو فعلا نادي القرن هو نادي القرن عشان كده الخطيب بيصنع كوادر احنا ما فيش حاجة دايما لحد ربنا يديله الصحة والعافية وديكم كلكم الصحة والعافية انما فيه كوادر فيه رئيس بأسة هو اللي يطلع عشان ياخدوا الصورة ومبسوط لان صمر اتنجحه بولوكم اربع ناقيات افريقيا بياخد منهم ثلاثة طب عزين اكتر من كده هاتلي نادي في عالم الصوى العالم عمل كده هتقول لي ريال مدريد ريال مدريد في اوروبا في جو تاني ما فيه عندهمش اتحاد بيلف ويدور على الاندية يعني نادي بحجم النادي الاهلي لما يروح ثلاثة ناقيات كاس عالم سلة ويد وقدم وبقيت الالعاب التانية اللي بتلعب في بطولات العالم اللي بيحقق تاني وبيحقق اول اللي بيحقق يعني وكل ده النادي الاهلي بيصرب ذاته من نفسه الدولة مبدعمش والنادي الاهلي ما بيطلبش لان عارف الظروف اللي موجودة في الدولة عارف الظروف سيادة الوزير حتى ما راحش للفرة قبل ما تسافر روح التمرين زي ما كل الناس كلهم عندهم راعب في المغرب ده انا بقول تشجيع معناوي فاللي بيحصل على الساحة ده النادي الاهلي يا جماعة بقى مصدر للسعادة للكرة المصرية اتمنى للمنتخبنا القوم ان شاء الرحمن ربنا يوفاقهم ويعملوا احسن ما ما يكون انها من النادي الاهلي شوف هقولوك بقى حاجة كان بعض الناس تزعل مني النادي الاهلي كويس منتخب مصر يبقى كويس وعاوزين تسأله على الكلام ده تسأله المعلم حسن شحاته بقى 2006 و2008 و2010 النادي الاهلي كويس منتخب مصر بيبقى 10 على 10 فكل اللي حصل ده مع الكابتن الخطيب يعني انا بقول له مبروك يا بيبو ده المفروض اول واحد يتقال له مبروك لان عرف يختار مدرب كويس عرف يحافظ على كيان نفسه كيان النادي الاهلي عرف يوفر المناخ الكويس للجهاز الفني عرف يدي لكل واحد حقه الحمد لله ما فيش ولا نعيب في النادي الاهلي ما بيخدش حقه من كل جميع الالعاب في النادي الاهلي محدش قالك لا ده انا ما خدناش مرتباتنا لا ده ما خدناش مكافئاتنا لا 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 وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى عشان كده بقول لكم النادي الاهلي هو البطل النادي الاهلي ده نادي عظيم فعلا نادي عظيم النادي الاهلي مؤسسة مؤسسة بمعنى الكلمة مؤسسة يعني فيه ناس شايفة شغلها ما انا بقول لكم الاهلي جاب 11 بطولة ودي ما جاتش من فراغ تخيلوا بقى لما بقول لكم اربع اربع نهائيات في دوري ابطال افريقيا الاهلي طرف فيهم ده فين في العالم في الاربعة دول حقق تلاتة وثلاث بطولات قرية في حد في العالم يقدر يعمل كده انت هتقول لي انت بتجامل اوي لا لان الاهلي كسب في 20 21 23 في 22 جواب ترمخ وحطه في الدرج